مرحبا صبايا كيف كونش الأخبار فيديو اليوم كتير مختصر يعني ما صورت كتير من الفقر الصباحية يا دوب أنا وهيك عم نساوي النس كافي اليوم رح نساوي على العشاء ما شاوي صلنا كتير ما شاوينا يعني فحبيت هيك شارك معكم انه قلت مع انه ما كتير صورت بس مع هيك يعني رح نزل فيديو عملت هالنس كافي وقعادة على هالتليفون عم قلب وتصفح ولا بتطلع لي قصة كتير حلوة حبيت هيك إلكون ياها القصة بتقول كان في صاحب مطعم بعرفه اجل عنده زلمة بده يشتغل عمره 48 سنة بتطلع فيه وقال له روح هلأ على المطبخ عنا جلي كتير وموسم أعياد ورح اوقع معك عقد سنوي بس يخلص العيد قال لي كل الشباب اللي عندي بالـ 22 و25 يعني كلهم صغار اما هات خالصة مدته رح اشغله بس اليوم وخلص وأعطيه إجرة يومية وباستغل نشاطه وتحمسه للشغل بما أنه عيد مملحين عشي وبعد هيك منقله باي باي بيقول صاحب القصة اقسم بالله العظيم يا جماعة فات الزلمة على المطبخ وبعد شي ساعتين صار تسريب واحترق نص المطبخ فجأة ركد هذا الزلمة وحاول يوقف تسريب الغاز وجاب الطفاية وبلش يبخ عن النار والمجلة مشان ما يمتد الحريق للصالة وباقي الغرف وعفكرة كله متوقف عن نية نيتو كانت سيئة وبده يحرس عليه للزلمة وآخر يهمه أنه يوقع معه عقد سنوي قام ربنا ووصله رسالة مهمة ما حدا أنقذ له محله إلا هذا الزلمة وشافه بالكاميرات كيف رقاد وعم يطف الحريق مع أنه لساعته جديد بالمحل وباقي الشباب اللي صغار اللي قال عنه واقفين وصفنانين وخايفين ومعرفين يتصرفوا ولا يتحركوا أساسا رغم أنه هن قديمين بالمطعم من سنين بعد ما طف الحريق راح جابه وقال له يعطيك العافية ونحن رح نشغلك معنا بعقد سنوي قام قال له الزلمة أنت ليش هلا عم تعدلي المعلومة ما الصبح حكينا واتفقنا أنه رح تشغلوني يعني شو استجد عم استحى صاحب المطعم وصار يحكي له أنه لا ما كنت ناوي شغلك بس لما صار الحريق تنعت فيك النية ثم النية ثم النية عن جد يعني وين ما تحركتوا صف ونيتكم بشغلكم بيتعاملكم مع الناس بمشاويركم لا يكون الواحد خبيث لأنه بنعكس عليه يعني لو ما شغل هذا الزلمة وطبعا هو يضحك عليه كان هلأ مطعمه كله محروق وهدول الشباب اللي شاتت ظهره فيهم خايفين ومتلبكين وما عرفوا يتصرفوا يعني هو هيك عمر الواحد كمان ما يقلل بقيمة إنسان شخص قدامه يقلل بقيمته لا مجرد شافوا أنه زلمي كبير مع أنه 48 سنة أبدا مو كبير بس يعني الواحد عن جد ما يقلل قيمة الشخص قدامه لا من شكله ولا من هيئته ولا من شي يعني هو عرف يتصرف وصار يطفي وملهوج تقوله مطبخه خلص هو لأنه بفكره أنه هو هات صار مكان شغله رح يوقعه معي يعقد سنوي ورح أشتغل هون وهذا خلص شغلي قلبه صار على الشغل من أول ساعة أما هدوكة وقفين على طرف وضل عن جد كل واحد بيتعلم من كيسه وأوقات من كيس غيره يعني إذا أرى هيك قصص أنا بحب هيك قصص قصيرة لأنه ما فيه كتير على لان قلب لما تخلص هلأ هون بالمشاوي تبلنا كل شي بس أسمناهن كل شغلة بالنص نحن بتقصدنا أنهن كتر أسمناهن نص على الفريزة ونصرحن شويان عشان المرة الجاي منطالعن من الفريزة عشان يماكن المرة أنا نقعد نتبهل ونجهز ماغفن ماغفن يجد الكيوي يجد اللحم يجد الكرم للسيخ يجد الكيوي يجد الخضر يجد الكيوي يجد الكيوي أنظر آخر سوف نضيف السماء سماء أساسي في البيواز سوف نضيف السماء الريحة سوف نضيف السماء سوف نضيف السماء سوف نضيف السماء حط الفطر هذا الفطر بس إليه وهلأ هيك صار جاهز الأكل هيك بس صحن ما شاوي بين شيش وشقاف وخضرات خضرات الفليفلير والبصار والبنادورا كتير كتير بتلعو طيبين جنب الأكل حتى بانجان الفطر لسه الفطر كتير طيب بس ما كان عندي غير هالأربع خمس حبات فطر وهلأ صار وقت التحلاية أبو معتاز الله يرزقه جابنا قالب هالكيك تازة عنجد هدا المحل بمنطقتنا بيعمل كيك بيجنن كتير طيب ودايب دايب دوابان وأسعاره كتير حلوة يعني إذا بدنا نجي نعمل هيك قالب بالبيت عم بيكلف أكتر بكتير مشان هيك الواحد بيجيبه شاهز ويريح حاله وكتير الطعمة طيبة يعني ما بظن بالبيت يطلع بيها الطعم لا ما بظن كتير طيب وعملت قهوة بعد المشاوي يعني صار بدها هيك شي حلو فنجان قهوة لملمت كل شي الحمد لما كان في عندي كتير رجالي بالمطبخ لأنه شفتوا كيف جليت بعد ما خلصت فرم البيواز وهالشغلات فورا نجليت كل الجليات يعني كان بقيان يدوب أربع خمس السياخ اللي شوينا فيهم شكرا رح نشرب القهوة برا نقود بجناني صر لنا زمان ما قعدنا بجناني كم يوم يعني اسبوع تقريبا يواي القهوة صارت مسبح كبت شتقت للقعدي برا عن جد صر لنا شد ما طلعنا هون هلا رح شغل الضو لحسا هلا رح شغل الضو جو حلو كيف لماذا مقوم整 كان برد برد من برد غش ten من لاحظين عن جد انا بحب الحياة و المعبوة حياته حلو الشيoksين كي دائما برد لا عشان ينال في شاموس غالي